فالمهم اه انا بدأت ايه اصيغ الموضوع بشكل مختلف و ايه اعمل حاجة مختلفة خارج مش ايه مصطفى عبدو كتب كلمتين فانا كتبته وكتبت اسمه مصطفى وان هو من سواج ولا هو من بن سويد اه لأنا بدأت ايه اشوف مصطفى وعلي وحسين وكذا 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 الفكرة اللي بيقولوها ايه وصغها اللي هم عايزين يقولوه نعم واكتب اسمي كل اللي بعده فبدأ التوزيع يزيد طبعا اش كل واحد عاود اسمه ينزل ايه اسمه اه فقال لي ايه رأيك نعمل صفحة كمان اياك الصفحة واحدة اه يبقى صفحتين ده في الاخر في اخر الجورنال اه اخر صفحتين فبدأت استخدم نفس الاسلوب وبعدين اقل ما اتفكر معنا في حاجة كمان ففكرت في المسابقة بتاعت احسن حضاشر لعب وكتبت تتعمل بدقة الكمبيوتر ايه اهم الرسالة جات لك وانت قارتها وما زالت في الازان لحد ادي اللحظة احب كان بيبكي يعني انت حسيت من كتابك لا 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 هو كان بيعيط فعلا ونزل الدموع على الورا وكان بيكتب بالجاف فالدموع وهو بيكتب في المتاعها بيقول فيها ايه البنس ويف لا ما ينفعش كده وبتاعه مش عارف ايه وازاي والاهلي ومخسبش ازاي وكده ترجمتها ازاي بقى في كتابتك انت كنت بتاخد الكلام ده بتترجمه القراءة ساعتها طبعا احنا كانت الامكانيات التكنولوجية قليلة وكان حيبقى ببساطة ان انا عمل الصورة دي على الموبايل وكانت الدينيات امشي لكن وقتها ما فيش الكلام ده صعب قوي فانا حولت ما شاهدته الى كلام مكتوب انه كيف تقرأ دموعا كيف تقرأ دموعا انا قرأت دموعا ليه اهلاوي الحكاية دي خلتني ايه اعرف فين اكتر الناس اللي هم حبه الاهلي وايش خلال الاهلي ايه اللي حكايت الضميطة ايه بتوعب الانسوي هل دي كده بتحددلك المحافظات اكتر محافظة فيها جماهير الناد الاهلي احنا كنا اكبر جورنال توزيع في كل الجرائط الرياضية على الاطلاق بفراسخ بس بيبقى فيه احيانا كده طبعا طبعا المحافظات بقى كنت احنا بنعرف لان انا بعد شوية بقيت ايه ابقى مسؤول اكتر لا اهلا اهلا انا اللي بخاطب التوزيع اهلا اهلا في الحكاية دي انا فكر في مرة اهلا اهلا مرة كان متش اهلا نهائي كاسماصر ويه اهلا بين الاهلي والزمالكة اللي هو فيه جل ايمن شوقي من الشوطة بتاع التاري اه اه فاحنا قاعدين وانا قاعد مع الكابتن وكده وكانت معات طبع الجران فقلت الكابتن نعمان اه انا حبلغ التوزيع ان احنا هنطبع نصف مليون ده رخم كان ده رزق بقى ده لا رخم فضيع اه قال لي انت ما هتبقى مسؤولان من هالذي هتفلزها قلت لي قال لي ازاي طب شوية شوية قلت له انا مسؤول قال لي مسؤول ازاي يعني وانت كتاخد حاجة عشان اه اقصملك من المرتب قلت له انا مسؤول سبني في القرار اه امقايم وقال لي خلاص انا ما ليش دعوها سبلك القرار بقى اه اعمل انت بقى اتكلمت وكده احنا نصف مليون البيعين بيعين بيكانوا بيجوا قدام مطبعة اخبار اليوم يقفوا عشان ياخدوا لمجلة الاهلي النسخ اه ف... اه رجعو تاني رجعو تاني عوزين طبعا لأن طبعا هنا خلصنا مسؤول الساعة خم ايان الطباعة خلصت أربعة ونص الفجرة اه ونزلت بعدي كده الروحة اه فجايين عايزين تاني فالتاني يوم بقى جيت انا وايه بفخر شديد جدًا قلت له النسخ خلص الستكبت قال لي عيش عيش اللي اعظم 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 حاجة علاقتي مع النعمان لم تنقطع يوما منذ تلك اللحظة الى ما قبل وفاته وبعدها في وسط ده كان هو جات له ازمة صحية طويلة وقعد في المشتشفات انا حتى في ذلك انا كنت في المستشفة كل يوم عشان ابلغه وعشان ارفع من روح الانوان وحلمه عن النادي الاه اهم محطة ليك مع الله يرحمه كابتن عم جيد نعمان رئيس تحرير الاخبار ودي ثابت اثر فيك لحد هذه اللحظة تفتكر ايه هي انا كنت بشعر انه فعلا انه هو بديل ابوي الله يرحمه لان بابا توفت وانا كنت لسه 11 سنة ووالدي وانا 14 عشان كده جيت القاهرة الله يرحمه محسن اليها اه انا لقيت فيه والدي يعني لو كان والدك استمر هو الولدة راح مطلع عليهم كنت زي منك قعد في المنصورة لحد ديها صحيح ما هي هنا بقى مشيئة طلعها دي الاقدار بقى هنا قدر لا لا وانا عايز اشرح لك الفرق بين القدر والمشيئة الاقدار مترابطة دي مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل احنا ما نوجه نعم لكن تحققها بيحتاج لحاكتين ارادة من المخلوق نعم لا قيمة لها الا بمشيئة الخالق لان مشيئة الخالق هي انفاذ الارادة انت تريد الله يشاء نعم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين نعم بالله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله نعم بالنفسورة الكافة فالمشيئة هي انفاذ الارادة انت عايز تنجح نعم انت تريد ان تنجح انت تريد ان تفوز لا خلينا نعملها في الكرة انت تريد ان تكسب المخرة تستخدم ايه الاسباب الارضية ايه الاسباب الارضية انك انت تجري كويس وتتمرر كويس وتاكل كويس وانك انت تركز في الملعب وتعمل كل حاجة طبعا ديها عوامل خلي بالك لكن الفوز بمشيئة الله طيب يعني لو كان راح ما طلع عليه وكانوا عاشين كنت زيناك قاعد في المنصورة صحيح واني هنجي لك منصورة ساعتها انا كنت متفوق جدا في المدرسة ونظام التعليم في المنصورة طول عمره متفوق جدا عن الباقي والدليل ان انا رجعت في مرة اقرأ فلاقيت انه نسبة النجاح في السنوية العامة في المنصورة كانت بتبقى 92% وفي القيارة 23 قيارة 23 زمن يعني لأ المنصورة وانا متفوق والاول كنت في الاعدادية كان كلب يتوقع ان انا حبقى الدكتور لاني كانت كلية طب في المنصورة تاخد اعلى حاجة لا هي الكلية يعني يقول لك ده حدا حيخش طب يعني المنصورية طب انت متخيل لو انت في المنصورة لحد هذه اللحظة كانت حياتك اتغيرت ولا لما جيت القاهرة انا حياتي اتغيرت تاني مرة تانية لا بالتأكيد الـ 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 اقدار مكتوبة ومجلة مشهورة وحاجات زي كده انا جاءتني الدعوة بالصدفة وعندما خرقتها قلت ان الشروط بتاعتها لا يمكن تتوفر فيها كل الشروط موجودة فيه شرط ان هم عايزين ان المؤسسة الصحفية اللي انا تبعها تدفع نصف مليون فرانك وده كان صعب لا ده كان مستحيل مستحيل دفعوا بعد كده ولا دفعوا انت روحت بقى هي بقى الظروف لا لا مش الظروف اني انا جهزت كل الاوراق اه وبعدتها بدوافع من من ناس حولي يعني و وكتبت بخطي ايدي انه انتوا حتشوفوا المسوغات بتاعتي المساندات بتاعتي فحتلاقوا ان انا كلها منطبقة بس النصف مليون دي انا صعب اوه من مؤسسة اخبار اليوم في مصر واحنا دولة نمية والمؤسسة اللي يمكن توافق على حاجة زي كده ممكن ايديتها ما لا تسمع لا المؤسسة اللي يمكن حتوافق انها تلتزم بحاجة زي كده اه ففجئت الرد بقى لا ما فيش رفض لا الرد الرد ما جاليش رد المنحة دي كانت بدايتها في شهر يونيون وانا باعت في اخر لحظة الاوراق بتاعتي كانت في شهر 11-12 كويس ففجئت بحد شهر مارس بيتصل بالتليفون في عالبدلة بتاعت اخباري اليوم وبيقول لهم انا عايز ميسيو بركات فميسيو بركات دي الرجل صاحبي ربيع في البدلة بتاعت اخباري اليوم اه مين بركات انا اسمي حامد محمود الز الدين بركات اه فبالنسبة لهم النيك نيم هو بركات اسم العيلة هو بركات اه فبيقول حامد بركات ميسيو بركات ميسيو بركات لأ فين وبتاع فالمؤم الراجل قال لي بتاع البدلة قال لي في واحد بتكلم من انجليزي اخباس حامد واحنا اجبناه الناس وبيدور على واحد اسم البركات قالوا فين دا فانا قلت له فين قال لي دا في فندق كزا اه وفي القوضة الفلونية المهم اتصلت بيه واكتشفت ان الراجل دا مؤسس مؤسس صحيفة لوموند الفرنسية اكبر صاحب الفرنسية طبعا وبيقول لي انا جاي مخصوص لمدة 24 ساعة عشان اقب لك من الجهة اللي هي الفوندسيون دي الجورناليست يونيو الغول فقلت له قال تيجي لي امتى قلت له فورا فاروحت له قاعد اتكلم معي ساعة وبعدين قال لي جاهز نفسك انه انت هتكون في باريس في يونيو لانك انت قبلت لانه اللي احنا شوفناه كان يعني ايه كويس وكان لازم انا اتأكد منه بنفسي كان رد فعلك ايه بعد اما الرسالة دي وصلت لك مفيش رسالة اذا الراجل بنفسه باهم هو الراجل معصر كان رسالة اه طبعا كان رد فعلك ايه انا كنت في زهول ولا كنت متوقع ضللت لا انا ضللت مندهشا حتى اللحظة اه حتى الان لحد الوقت اه لكنها مشيئة الله لا ارادتي ولا ارادتهم هي مشيئة الله ونعم بالله ودي القفز دي كانت قفزة غريبة جدا لانها علمتني اشياء اه غيرت كل مسائتي بعدها هناخد